دكتور عبد الفتاح الخير موجود معي اليوم بفقرة سنتي اختصاص أمر الدم وأورام رح نحكي عن سرطان المثاني أو المبولة بونجور حكيم يعطيك العافية وأكيد عم تنتبع حالكم بهالظرف الصعب بظرف الكورونا كنا منحكي عن الكورونا بس أننا نغير موضوع لأنه أكيد الناس كلها شبعت من الكورونا بونجور عن جديد ياريت الكورونا بتشبعه إن شاء الله قريبا وإن شاء الله خلصنا وأهلا وسهلا بالمشاهدين شكرا لكن بدنا نحكي عن السرطان هيدا أول شي بدي أعرف لأنه نسمع كتير عن السرطانات يمكن بعمر معين تبليش تبين هل السرطان المثاني كمين بعمر معين ببين وعنده مين أكتر سيدات أو الرجال هلأ إذا بنا نحكي سرطان نعرف سرطان المثاني أو سرطان المبولي بالعربي الدرج هو سرطان شائع جداً بلبنان يعني نسبة الإنسيدانس بلبنان هي تشكل تقريباً 11% من كل السرطانات بنعملها تشخيص بلبنان وهذه النسبة أعلى بكتير من الدول التانية نحن أعلى من أوروبا وأمريكا بنسبة سرطان المبولي هلأ بنحكي ليش سرطان المثاني عادة يصيب الناس بمتوسط العمر والكبار بالعمر يعني قليل جداً لنشوف سرطان مثاني أو سرطان المبولي تحت الخمسين سنة عادة أن المرضى بيكونوا من الخمسين سنة وطلوع بنا نشدد عليه هون كتير أنه نسبة الإصابة عند الرجال أعلى بكتير من النساء عكس ما نفكر بسرطان المثاني نسبة الإصابة بالرجال أعلى بكتير يعني تقريباً من أصل عشرة تسعة هني رجال ووحدة هي أنسة وهذه النسبة بتزيد كتير كتير مع التدخين مشان هيك في لبنان عنا نسبة عالية جداً لأنه نسبة السموكينج أو التدخين السلبي والإيجابي عنا عالي جداً لذلك نسبة سرطان المثاني كتير كتير عالي عنا إذا بنا نحكي شوي عن الأسباب طبعاً هلأ ذكرت سبب منهم يعني هو التدخين بس هل فيه أمور تانية ممكن تكون عم بتأثير وأداء له علاقة بالبروستات لأنه نحنا بنعرف أنه بهالعمر كمان ممكن الرجال يصابوا بسرطان البروستات والسيدات يصابوا كمان بعنق الرحم سرطان المثاني مختلف كلياً عن سرطان البروستات وعن سرطان عنق الرحم مع أنه العوارض يعني السمتوم ممكن يكونوا متشابهين لكن السرطان هو مختلف جداً بين البروستات والمثاني والعلاج مختلف والتشخيص مختلف مثل ما ذكرت الفاكتور دوريسك أو العميم المسببة هي العمر حكينا أول شي عادة فوق الخمسين سنة الجندر الجنس الرجال أكتر بكتير من النساء وهم الشي التدخين التدخين كتير كتير مسبب أساسي لسرطان المثاني لذلك بس نشخص سرطان مساني أو ما بولي عند أي شخص مدخن ونعالجه نطلب منه أن يوقف التدخين لأنه نسبة معاودة المرض إذا المريض دل عم يدخن عالي جداً نعم عم نشوف هوني بهالشماية اللي حضرت هادي بس شي ما هيكي صغيري لنشوف شو هو الجهاز البولي هو عبارة عن الكيلة مثل ما شايفين من فوق بعدين البول هو يلي بصير تنقية الدم بالكيلة البول بينزل بالحالب أو الأورتير يلي تحت الكيلة بعدين بيوصل البول على المثاني يلي هي عم نحكي عنا اليوم البلدر واخر شي بيظهر من الجسم بالأحليل أو اليوريترا سهيدا الجهاز البولي نعرف نحن اللوكاليزاشون وين المثاني بالضبط بهذه الصورة هدا رسم تشميك ممكن يمتدوا يوصل للكيلة مثلاً المرض هلأ منشوف نحن الستيجينج يعني المرض في إلو كذا درجة درجة أولى درجة ثانية تلتة ورابعة هلأ منشوف مثلا هون هي الصورة سريعة هادي المبولي إذا ملاحظ بقلبه في مثل كتلي صغيري هيك بيصير الورم الورم عارة بياخد أشهر إلى سنين لا يتطور أول شي بيبين مثل تيلولي أو بوليب وهيدي التيلولي ممكن مع الوقت تخترق جدار المبولي وتنتشر لأعضاء تاني قليلة تنتشر على الكيلة عاطمة تنتشر على الكيلة تنتشر على أعضاء تاني مثل العظم والرئة والكبد هون كمان عم نشوف حكينا عنه النسبة المئوية بالأخضر لبلدر كانسر تعريبا 11% هون بلبنان عم نحكي من كل الأنواع السرطانية 11% هني كانسير أو بلدر كانسر وهي نسبي عالي جدا مقارنة مع الدول التانية ذكرت أنا بسبب التدخين الكثير الكثيف عنها دكتور شو العوارد يلي بيحسوا فيها الأشخاص اللي مصابين أو يمكن مش دايما بتبين دغري العوارد بالعكس هون الشيء المنه منيح بسرطان المساني أو المبولي أنه ما عنا تشخيص مبكر مثل سرطان الساديم نعمل صورة سكرينينج لكن العوارد الأساسية هو وجود دمب البول وهذا وجود دمب البول تقريبا بأكتر من تسعين بالمئة من الحالات لذلك وقت شخص أو أي شخص كبير بالعمر خصوصا إذا مدخن وصار عنده وجود دمب البول أهم الشيء ما يهمل أبدا هالشغلة ما يقول أنه مثلا أنا عم بيخد ولا دواء مسيل أو هايدي بحصة وقطعت لأنه هايدي كتير ممكن تكون بداية تيلولي أو ورم بالمساني أو بالمبولي ومن هيك لازم دغري يتابعي يروح عند الحكيم المختص لأنه وجود دمب البول هو شيء مش طبيعي نهائيا من عوارد الثانية اللي هي أقل إنسيدان ستاعتها أقل ممكن نلاقي المريض يكون في حريق أثناء التبول أو تقطيش بالبول بالمراحل المتقدمة إذا انتشر المرض على أعضاء تانية ممكن يكون فيه اللي توزن أوجاع بالظهر تعب عام نحن ما لازم ننطر لهذه المرحلة بس يكون فيه دمب البول دغري دغري يجب نستشير الطبيب نستشير الطبيب بس شو الفحصات اللي دغري بتبين هلا بس يستشير المريض طبيبه عادة بسبب دم وجود دمب البول أكيد الطبيب بيجري عدة فحصات دم وان بلوس بيزيد عليها صور شعاعية عادة بيطلب بيبين أول شيء بالفحصات البول العادة لا بفحصات الدم والبول ممكن تعطي فكرة لكن الشيء الأساسي هي الصورة صورة الجهاز البولي اللي هي ممكن تكون عبارة عن إيكوغرافي صورة إيكو أو سكان للجهاز البولي هو بفرجينا وجود تالولي أو تواليل بالمبولي ومن هون بيشك المريض أنه فيه الحكيم عفوا أنه فيه عندنا ممكن بداية سرطان مبولي بعدين بيلحق تنظير للمبولي أو سيستوسكوبية اللي هي بتعطينا التشخيص الأساسي هلأ منشوف صورة كمانا سريعة شو هو التنظير المبولي معناتها منبلش أكيد بالفحصات التقليدية فحص بول الإيكوغرافي ومن هوني كم نسي نشوف يعني إذا ما بين شيء بفحص البول معناتها لازم نكمل فحص البول لحاله أكيد مش كافي لازم يكون فيه إجراء لصور شعائية معا بيحكي أنا مش كل شيء دم بالبول يعني سرطان مبولي لكن أكيد أي وجود دم بالبول لازم نحن نعمل إليميناسيون أو نشيل احتمال وجود سرطان بالبول هالفحصات اللي بتنعمل أكيد بنتأكد هوني أنه صار فيه أنه مبين مرض بتبلش دغري العلاجات أو هوني عم نشوفي ممكن هاي دي صورة هلا منش نبروك هذا الصور هاي صوت سيستوسكوبي أو المنزار للمبولي يلي هي بتنعمل سوزان استيس جينيرال بنجعام تقريبا المريض ما بيحسب جينيها ايا ومن وراها بيتاخد خزعة وبينعمل التشخيص فيه صور بعدين بس نفرجيكم عن ستيجينج هلا باركي بيقطعوا كمان بسياء الحلاة شو التريتمنت اللي بيناعملوا هاي دي صورة أساسية هون بتفرجينا العلاج أو التريتمنت حسب درجة المرض أو حسب ستيجينج هون منشوف هاي دي الصورة في أربعة ستيج إذا منننتقل من الدرجة الأولى عادة ما تكون تيلولي بسيطة مثل ما شايفين تي وان عادة ما تكون تيلولي سطحية بسيطة منها مختر أجدار المبولي هاي دي علاجة عبارة عن بيشيل الحكيم يعني بوليبكتومي بتنشيل فقط بالمنزار وبتراقب هلا ممكن المريض يعوز ينعطى دواء بقلب المبولي لكن هاي دي علاجة مش جراحة مش استقصال للمبولي بينما بالدرجة الثانية والثالثة مثل ما شايفين بالتيتو في اختراء لجدار المبولي وبالتيسري في اختراء كل لجدار المبولي هون بهالحالة العلاج هو عبارة عن علاج كيمائي يليه علاج استقصال للمبولي كله وبالدرجة الرابعة بيكون في انتشار على أعضاء تاني من الجسم أو انتشار كتير كبير بالحوض هون عادة العلاج بيكون فقط علاج كيمياء أو علاج مناعي لأنه فيها نوفيلتي في العلاج المناعي له رول كتير أساسي بسراطان المساني هون مثل ما عم نشوف انه انتشار الكنسر ممكن يكون على العظم أو على الكبد أو على الرواية نعم العلاجات أكيد اليوم عم تطور كتير بشكل سريع بطلنا بس على الجراحة والعلاج الكيميائي ممكن يكون فيه العلاج الكيميائي للتيوان مثلا من دون ما يكون فيه جراحة هلا بالتيوان بالدرجة الأولى العلاج هو فقط استقصال للتيلولي بالنظور ما بيصير فيه جراحة ما تستقصى للمبولي فقط بيشيل الحكيم التيلولي نعم ووراها بيكون فيه بيسجي ترابي يعني علاجات فقط بتنعطى بقلب المبولي ما بيعوز المريض علاج كيميائي بالوريد بينما بالدرجة الثانية والدرجة الثالثة تي تو أو تي سري عادة المريض بيعوز علاجات كيميائية ووراها في جراحة الجراحة يعبر عن استقصال للمبولي وبالدرجة الرابعة يلي هي أعلى درجة عادة إذا كان فيه انتشار يعني ما منعوز جراحة المريض يعالج بالعلاجات كيميائية أو هلأ حديثا بالعلاج المناعي يلي عم بيثبت أنه كمان عنده إفكاستيه كتير عالي بس يكون المرض منتشر نعم سو في عنا كذا شواء نعم بدي ذكر مشاهدين أنه فيهم يتصلوا فينا على السفر أربعة ستة أربعة إذا عندهم أي سؤال بموضوعنا لليوم يلي هو سرطان المثاني عم يشفوا المرضى دكتور هلأ هوني منرجع أكيد وقت بيكون المرض بالمرحلة الأولي والتاني والتالتي العلاج هو علاج شافي لكن للأسف في كتير ناس يعني بس نعمل لهم تشخيص مننصحهم لازم يوقف التدخين عندهم لأنه هذا المرض ممكن يراجع عند الناس يلي بيستمروا بالتدخين لذلك أهم الشي بعد العلاج بغض النظر شوه العلاج أنه المريض يوقف ضخانة ما يراجع عنده الكنسير أو البوليب هلأ بالدرجة الرابعة نسبة الشفاء التام من قبل ما كان لدينا أبدا نسبة شفاء التام هلأ بوجود العلاج المنيعي حتى بالدرجة الرابعة صنعنا نشوف نسبة علاج نسبة شفاء التام بس أكيد الأفضل المريض ما ينطر حلوه يصير لهون بس يبقى عنده أول أي عوارد يروح دغري ويعالش حاله لأنه أكيد مع الستيجين بكل ما يزيد استيجين كل ما يصير العلاج أصعب وأصعب دكتور أي متى بتضطروا أنه تستقصلوا المبولي؟ المبولي عادة بيستقصل الجراح وقد بيكون في أنجرو عامة وقد بيكون في مرض من الدرجة الثانية أو الثالثة العلاج هو عبارة عن علاج كيميائي يليها استقصال للمبولي وممكن بس يستقصل الجراح المبولي عادة هلأ كل مريض كل كابكا عادة بنعمله نيو بلدر يعني بينشيل قسم من المصران الغليز وهيضا المصران الغليز بينزارع محل المبولي وبيصير المريض بيبول طبيعي بيكون نشيلة المبولي ونحط قسم من المصران الغليز محلها وبيكون في تبويل عم تنعمل بالبنان أكيد عم تنعمل بالبنان بس هي ما بتنعمل عند كل الحالات يعني من أخذ بعين اعتبار عمر المريض الديل انتشار المرض بالحوض يعني في ك persecosition نأخذ بعين الاعتبار بس الاكترية هيك عم بيصير عندهم عم تنشيل المبوله وينحط نهي إذا ما قدرنا نعمل هالمبول الأستناعي إذا ما قدرنا نعمل هالمبول الأستناعي عادة المريض بينوصل له مجرى البول عكيس برات الجلد بيصير ببيبول بكيس يعني مجرى البول أو الحالب بينوصل عالجلد يصير المريض كأنه عم ببول بكيس دايما نرجع منقول يعني أنه أهم شيء نكون عم نرأي بحالنا نكون عم ننتبه بطريقة حياتنا لحتى ما نوصل لها الأمور يلي بتصير معقدة يعني طالما بعض المرض بأول وطالما نحن بعدنا سيف يعني العلاجات بعدها بتشوف أهم الشيء مثل ما رجعنا نذكر وجود دمبل بول هذا الشيء أبدا مش طبيعي ويستدعي أنه المريض يتابع مع حكيمه لأنه إذا فيه كان ورن بالمبولة بهالحالي حينكمش عبكير وحيكون العلاج أسهل بكتير دكتور عبد الفتاح الخير شكرا لك أهلا وسهلا فيك بريك ومنتابع مع تابستوريك